وإنضم إلينا مباشرة من أربيل الكاتب والمحلل السياسية سيد كفاح محمود سيد محمود مرحبا بك شاكرا لوجودك معنا في نشط اليوم بداية كيف ينظر مسؤول الإقليم سيد كفاح إلى سعي قيادات من الأنبار لإعلان إقليم سنية بداية المسألة الخير سيدتي الكريمة أعتقد أن مسألة الأقاليم مسألة دستورية ونص عليها الدستور العراقي في 2005 ووافقت عليه كل الكتل السياسية لكن الغريب أنه حينما بدأت بالمطالبة منذ أواخر 2009 و2010 و2011 حينما طالبت الأنبار أو صلاح الدين والبصرة حقيقة صعقنا جميعا بالرد العنيف للسلطات الاتحادية والكتل الرئيسية في البرلمان العراقي وخصوصا الكتل الشيعية بالوقوف ضد مسألة الأقاليم وضد حقيقة ووقوف ضد الفقرة مهمة من فقلات الدستور ولذلك هذه المبررات التي يضعونها أنه الوقت غير مناسب ووضع العراق غير مستقر في 2007 و2008 وضع العراق كان مستقرا لم يكن هناك شيء في 2009 و2010 و2011 أنا أعتقد هناك توجه لدى هم يعتقدون أو يخافون من موضوع الأقلم سيد محمود وذلك حسب تصريحات لبعض الأطراف السياسية أن يكون سببا في الفرقة بين العراقيين لذلك لا يودون اللجوء إلى موضوع الأقليم لا أعتقد هذه شماعة بائرة جدا وقد اعتمدتها كل الأنظمة منذ 1921 وحتى سقوط نظام صدام عسين في 2003 الكل كان يتعكز على أن العراق سيتقسم وسيتجزى وإلى آخره كردستان مستقل استقلال ذاتي من 1991 ولم تنفصل عن العراق وهي أقليم فيدرالي ويتفاخر به العراقيون من البصرة وحتى الموصل لكن كان هناك أيضا استفتاء من أقليم كردستان لينفصل عن العراق إذن هناك محاولات ستصبح لذلك يتخوف منها السياسيون في بغداد لا أنا أعتقد هناك توجه واضح جدا في بغداد وقد أكدته السنوات الأخيرة توجه لإقامة نظام شمولي ورأينا جميعا حتى إنهم استنسخوا أو صنعوا مؤسسة عسكرية رديفة للجيش العراقي وأطلقوا عليه اسم الحج الشعبي أنا أعتقد هذا التوجه الشمولي بمعنى صناعة ديكتاتورية جديدة تحت مسميات ديمقراطية وأغلبية برلمانية وإلعاقرية مما نسمعه الآن من المفردات في الأدبيات السياسية الحالية الأقلمة مادة دستورية عليهم أن يعدلوا الدستور ويلغوا فكرة الأقاليم ونحتفظ في العراق بإقليمين إقليم كردستان وما تبقى من البلاد ونحن شركين أساسيين ويمنعون بقية المحافظات أو توجه المحافظات من إنشاء أقاليم خشية كما يقولونهم من قيام تجزئة أو انفصال أما مسألة الاستفتاء سيدتي الكريمة مع جل الاحترامي لمن يحملون هذا الرأي الاستفتاء جاء رتف على السلوك الدكتاتوري الذي استخدمته سلطات أيام إدارة السيد نوري المالكي وسيد عبادي ضد الأقليم هذه الإجابة سيد كيفاح النأب يحيى المحمد وهو من تحالف القوى قال إنه لا يوجد لديهم موقف رسمي تجاه موضوع الأقلمة في الأنبار إلا أنه استأنف قائلا قال إن الأقلمة هي حق دستوري لأي محافظة أو أكثر بتشكيل أقاليم كيف تقرأ تعليقه هذا؟ هل هو من نوع المتناقض هنا أو خجول هنا كتصريحا من نائب سني سيدتي الكريمة لو أخذت رأي الشخصي بالتأكيد أنا لم أجد لحد الآن وحتى منذ 2011 أي توجه جدي لإنشاء أقاليم حقيقة يعني كل الذين طالبوا بإقامة الأقاليم كانوا كالتصريح الذي ذكرتيه الآن يعني كما يقول الدارج رجل في جنة ورجل في جهنم أنا أعتقد ليس هناك أي توجه جدي لإنشاء الأقاليم هناك مناكفات بين القوى المؤثرة بين المجتمع السني السياسي قسم كبير منهم حينما يأتي إلى كردستان يطالبون باستنساق هذه التجربة في محافظاتهم ونعتقد هذه عملية صعبة جدا لأنه أقاليم كردستان أقاليم خاص شعبه يختلف تماما عن بقية الشعب العراقي هو شعب ينتمي إلى قومية أخرى تاريخ خاص به تقاليده عاداته على كل حال ويمتلك ثورة تمتد لأكثر من سبعين أو ثمانين سنة فموضوعه يختلف عن الأنبارة أو عن صلاح الدين أو عن البصرة إلا أننا نتعكس دائما على الدستور ونقول أن الدستور أباحة قامت في راليات سواء في محافظة واحدة أو ثلاث محافظة من برأيك في المشهد السياسي الحالي أو من الكتل السياسي الحالي ممكن أن يقف أمام موضوع أقلمة الأنبارة أنا بتصوري كل الكتل السياسية الشيعية تقف بالضد من إقامة أي أقليم وهذا واضح جدا في خطابهم السياسي تحت مختلف الذرائع والأسباب ومنها كما تعرفين أنه ظروف العراق غير مؤاتية نحن نتعرض لحرب شعواء العراق محتل من قبل الأمريكان وإلى آخره أنا أعتقد هذه القوى لن تسمح بإقامة أي أقليم في العراق غير أقليم كردستان هل الأرضية برأيك سيد محمود مهيئة أقليميا ودوليا ومحليا لإقامة الأقليم برأيك وباختصار هذا يتوقف على إرادة المجتمعات السياسية في المنطقة الغربية وتحديدا إرادة شعب الموصل وشعب الأنبار وشعب صلاح الدين نعم كنت معنا من أربيل الكاتب والمحلل السياسي سيد كفاح محمود شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك